اشتركوا في القناة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين الأبرياء دعت الوزارة إسرائيل وحماس إلى تقديم التنازلات اللازمة مراعاة للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أهل القطاع والاستفادة من الجوانب الإيجابية في المبادرة الأمريكية التي يمكن البناء عليها لرفع معاناة أهل القطاع وإعادة الأمن والاستقرار وإطلاق مفاوضات السلام العادل والشامل في المنطقة ترجمة نانسي قنقر